الحمد لله فاطل السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من صالح غير الله وانتفكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا ترسكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس من وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب الزعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يجل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه الحسرات إن الله عليم بما يسمعون والله الذي أرسل الياح فتتير سحابا فسقناهم إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينقرون السياك لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبون والله غلقكم من تراب ثم من مطفة ثم جعلكم أسواتا وما تحمل منه انتا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من أمره إلا في الكتاب إن بانك على الله يسير وما يستوي البحر وهذا عشف فره سائق شراب وهذا ملح أجاجا ومن كل تأكدون لحما طريا وتستخدون حلية تلبسونها وترى الخلك في موافر تبتغوا من فطنه ولعلكم تشكرون يونج الليل في المهار ويونج المهار في الليل وسطر الشمس والقبر كل يجري لأجل يسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كطير إن تدعونهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خدير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر واثرة وزر أخرى وإن تدعوا مثقلة إلى حملها لا يهمن منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأهوات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الكبور إن أنت إلا نذير إنا أرخلناك بالحق بشيرا ونذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالذول وبالكتاب المنير ثم أقلت الذين كفروا فكيف كان مكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحر مختلف ألوانها وورا به سودا ومن الناس والدواء والأمعاب مختلف ألوان كذلك إنما يحسى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلى ذلك إن يرجون تجارة لن تبون ليوفيهم مجورا ويزيدا من فضله إنه وخور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقبير بصير ثم أورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمون لنفسه ومنهم مكتصر ومنهم سادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يخلون فيها من أساء ومن ذهب ونؤلؤا ونباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا أغفور شكور الذي أحلنا دارا قابت من سطره لا يمسنا فيها نصف وما يمسنا فيها نصف والذين كفروا لهم لا أغفهم ما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يغفف عنهم من عبادنا كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرحون فيها ربنا أخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعما أولم عن تلكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فادركم فما للظالمين من نصير إن الله عالم غير السماوات والأرض إنه عليم في ذات السدون هو الذي دعلكم قلائف في الأرض فمن كثرت عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا نقطع ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا هو الذي دعلكم قلائف في الأرض فمن كثرت عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقطع ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا قل أرأيتم شركاتكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم ما فيناهم كتابا فهم على بيّنة منه بل إن يعيب الظالمون بعض بعضا إلا يظهورا إن الله ينسك السماوات والأرض أنت زولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعض إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمان إن إن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير مما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومتر السير ولا يحيق المتر السير إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يزيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله المات بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ثابة ولكن يوثرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ الله المات بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ثابة ولكن يوثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجله فإن الله كان بعباده بصيرا